يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن وجيه أحمد رئيس الأجل الحكام السابق الكابتن وجيه منور الدنيا ومشرف أهلا بيك كابتن كريم سعيد أن أنا كم معاك وإن شاء الله قد تكون حلقة موفقة ودائما بسعد أن أنا كم معاك أخبر حلقة كله كويس كله بخير والله لاتن بيرجي ماشي آخر مرة كنا معك لاتن بيرجي صح آه كنا كنا معك لاتن بيرجي نهار دا بريرة بريرة كويس كويس إن شاء الله كويس ويعمل شغله كويس هو دلوقتي بيستكشف ويعني بيكتب بعض النقاط يمكن أول شغله الفعلي تقييم أداء الحكام بالنسبة لللياقة البدنية وعايز ينمي موضوع اللياقة البدنية بالنسبة للحكام وبعد كده بيقيم أداء الحكام طبقا لرؤيته مع اللاجنة بتاعته فبيعمل برضو سطف لكل تصنيف كلاس A كلاس B كلاس C اللي ينفعي لها بالمستوى دا ومن اللي ينفعي لها بالمستوى دا وهكذا الحكام المساعدين على مستوى اللياقة البدنية حكامنا بخير؟ في وفي أنا سألت سؤال محدد في وفي اللياقة البدنية في وفي ولكن هناك بعض الحكام المستوى اللياقة البدنية بتاعتهم أقل شوية ولكن عندهم خبرات كبيرة جدا خبرات كبيرة جدا بيقدروا يديروا مباراة ومباراة صعبة وفي حكام عندهم لياقة بدنية مميزة جدا ولكن خبراتهم إلى حد ما 70% وفي ناس بتجمع بين الاتنين مستوى البدني على أعلى مستوى والمستوى الفني على أعلى مستوى يعني عندنا تصنيفات دول كم واحد تقريبا؟ احنا عندنا العدد كله لا لا بقولك على دول اللي هما وصلين لما هو أقرب للمثالية دول عددهم قدية يعني مثلا ممكن 12 مش كتير شوية لا مش كتير لأ عدهم لك ممكن عدهم بس سعيب إن أنا عدهم بس لو جبنا الدوليين كلهم الدوليين بيتعمل لهم اختبارات على طول دائما في القائمة الدولية ولو جبنا بقى الخبرات اللي بعديهم هتلاقي في عدد يقدر يلعب في الدول الممتاز مستريح فأنا مش حايزة أقول أسماء عشان محدش يزعل مني ولكن عندي 12 وعندي ممكن يوصلوا إلى 15 كمان أنت الوحيدة كابتل وجيه اللي بيجي دف معايا بين كوسين اللي بيقى اسمهم أسرة التحكيم بحيثك بتحب أسرة التحكيم فعلا يعني كل الناس بتيت رح تقول حاجات يمين وشمال بس أنت كل كلامك فيه حب ورومانسية وإخلاص لهذه اللجنة كابتل كريم أنا يعني عايز أقول إن أنا أولا رحت كل بطولات العالم صحيح يعني الحمد لله كاس عالم دورة أولومبية كاس عالم شباب كاس أمم أفريقيا نهائيات كاس أمم أفريقيا نهائيات دور الأبطال كل اللي أنت يخطر على بقى رعبت في أوروبا والعبت في أمريكا الجنوبية كل البطولات اللي في العالم صحيح رحتها طبعا فمش محروم في الناحية الفنية أو ما فيش حد هيتفوق علي في الناحية الفنية فدي نمرة واحد نمرة اتنين أكتر واحد اشتغل في لجنة حكاة 17-18 سنة اشتغلت في لجنة حكاة وتدركت من عضو النائب رئيس لرئيس لعدو لمدير لجنة فنية رئيس لجنة فنية لرئيس لرئيس يعني كل الأماكن اللي أنا اشتغلت فيها في لجنة الحكام ما عنديش هوى أو ما عنديش نقص إن أنا قدر انتقد أو قدر هاجم عشان أنا أخد مكان فلان أو أعلان درجة إن أنا دايماً وقف مع التحكيم عشان كده أنا مع الحكام دايماً ومع اللجان اللي شغالة وكل واحد ياخد فرصته وكل اللجان تاخد فرصتها لغاية ما يحصل تقيمهم بعد كده بس ده ما يمنعش إن أنت لو شايف حاجة غلط أو حاجة محتاجة تعديل فمن الواجهة بعد إجباره إنك تشاول تقول يا جماعة ده غلط امشوا صح طبعاً طبعاً هل إحنا بقى كمستوى حكام وتحكيم في الفترة الأخيرة في الكرار المصرية ماشيين بشكل كويس؟ عندنا أخطاء زي كل دوريات العالم برضو ما تقوليش إن أنا لبنمسك عصام النص ولكن عندنا أخطاء زي كل دوريات العالم وعندنا نجاحات عندنا بعض النجاحات في الحكام الشباب اللي بتلعب دلوقتي وعندنا حكام شباب بس أنا لها تعليق مش عايز حد يطلع يقول إن اللجنة الفلانية هي اللي طلعت الحكام دي لا الحكم يا جابتن كريم عما تيجي تكون حكم الحكم بتكون عشان يطلع يلعب في الدوري الممتاز لازم يكون بقاله على الأقل مثلاً 12 سنة حكم في منطقة بتقيم الحكم ده وبيكبر في المنطقة اتبع لها الحكم وبعد كده بيروح للجنة الحكام الرئاسية أما بيبقى على مستوى معين لجنة الحكام الرئاسية بتتدي له قطعات وتتدي له قسم تالت وتتدي له قسم تاني لغاية ما تشوفوا كده أداء مميز تبتدي وتتدي له مستويات أعلى مفهوم تيجي اللجنة دي تيجي اللجنة تتمشي فتيجي تجي اللجنة بعديها فاللجنة اللي بعديها هي اللي جلها التوفيق إنها تلعبوا ما يبقاش هم أو اللجنة دي هم لأ صح لأ في لجنة قبل كده طلعته وفي لجنة بعد كده طلعته لغاية ما وصل لآخر اللجنة صح صح حراك قلت في حديثك إنه كل أخطاء موجودة في العالم كله إن حكامنا بيغلطه زي كل الحكام اللي في العالم هل ده معناه ببساطة ووضوح إن حكامنا مثلا زي حكام الدولة الإنجليزي آآ بس وقا هنتكلم ب ب ب منتهى الحيادية ياريد دوري الإنجليزي في آآ إدارة بتحمي إدارة الإدارة المسؤول بها مش اللجنة الأعلى من اللجنة إذا كان عندك إدارة إن مورينيو يبس الحكم يبس الحكم والتاني قبل ما يروح مورينيو يلاقي الغرامة موجودة والإيقاف موجود تقدر يبقى فيه تحكيم على أعلى مستوى كابتن كريم آآ يا حاج معاش أشاء التحكيم آآ نجاح التحكيم مجموعة من العناصر آآ العنصر الأقوى والأهم هو العنصر المسيطر على الرياضة في مصر وبعد كده نيجي لدور التطوير اللجاني الحكام علشان تنمي وتطور أداء الحكم ولكن كيفية حماية الحكم نفسه دي أهم عنصر أتفق مع حضرتك 100% وأنا شايف وأجم بحضرتك جدا وأقولك أنه فعلا الحكم المصري هنا محدش بيحمي يعني هو دايما شغاله وحده بس لو كلمتك على المستوى الفردي للحكام بعيد بقى عن كل الأمور دي على المستوى البدني وعلى المستوى الفني هل يتساوى بحكم أوروبي مثلا زي الحكم اللي في الدولة الإنجليزية هو ما يا كابتن كريم أنا عارف أنا عايز أنا عايز أنا عايز أوصل إيه الأول عشان بس يبقى الحوار الناس كمان تفهم أنا عايز أوصل بالحوار أنا عايزك تقول لي إيه الطريق اللي يخلي حكامنا المصريين اللي من كلهم نفخر بيهم يبقوا زي حكام إنجلتورة وأوروبا يعني لو في نواقص ممكن تشول عليها لو هي ما عندناش نواقص فتقول لي برضو إن إحنا ما عندناش نواقص وإحنا زي الحكام والدولة الإنجليزية عندنا نواقص وعندنا بعض السلبيات أولا منها منها الهجوم على التحكيم الهجوم على التحكيم أنا عايزك تفهمني في اللي أنا عصده ونفسي وركز في اللي أنا بقوله لك وعشان إحنا إحنا الاتنين نوصل لحاجة وعايزين نوصل لحاجة من غير السادة المشاهدين يفهموها من غير ما نقولها ياريت ياريت فضل هناك بعض العناصر يجب أن تبعد حتى يتم السيطرة على الأداء التحكيمي يعني أنا كابتن كريم مسؤول مدير كورة أو رئيس نادي أو عدو مجلس إدارة أو نائب رئيس نادي كل ماتش بتخسره بتطلع تهاجم التحكيم بتعمل لود على الحكام نفسها بتعمل مشاكل على التحكيم نفسه لو أنت ما ضربتش العنصر ده بإيد من الحديد فأول مرة وجيها يطلع محمد يطلع توفيها يطلع سمعين يطلع بقت المنظومة كلها مستباحة مستباحة ونجوم على التحكيم طبعا إنما لو أنا الحكم أنا عندي لجنة بتقايم على الحكم اطلع تعالى قايم أداء الحكم الحكم ده أنا لازم أطلع أقول أنا عندي الحكم الفلاني غلط في اللعبة الفلانية يا نادي ملاش أقول على النادي يا كابتن كريم ياللي مسؤول على النادي الفلاني الحكم بتاعي غلط في اللعبة الفلانية وفعلا الفار واحد اثنين ثلاثة إنما أنا سايب التحكيم مستباح من كل العناصر اللي موجودة ودخلنا دلوقتي في السوشيال ميديا يعني بقيت بقيت الأندية والسوشيال ميديا وهناك السوشيال ميديا موجهة فيه تبع النادي الفلاني تبع النادي العلاني تبع النادي الترتاني وهو كده كده كابتن واجيه خلينا منطقيين جمهور الكورة عمره مدعم حكم يعني جمهور الكورة على السوشيال ميديا أو حدوش على السوشيال ميديا ما بيطلعش يقول برافو للحكم كده كده لو أنت خسران هتهاجم الحكم لو أنت كذبان مش هتشكر الحكم أصلا يعني فكده كده الحكم وهناك فيهم ده كويس الحكم ملوش مشجع ملوش جماهية تمام يا كابتن كريم هذا منطقة عبد السلام عكو في قصة المسؤولين طبعا يا كابتن كريم حضرتك لو أنا عايز أتكلم على الإعلام عن الإعلام عندنا كل القنوات الناقلة للدور المصري وكل القنوات اللي بتحلل الدور المصري لو كلنا إدينا التحكيم حقه في نجاح التحكيم في نجاح التحكيم أما يكون التحكيم ناجح وبيقدي كويس وإدينا له حقه هتضي انطباع عند الشارع إن التحكيم مش كويس إنما لو إحنا وبخص برضو للمحللين محللين التحكيم مش عايزين برضو مش عايز أقول ومش عايز أقول لهم إن يروح إن أوجههم شمال أو أوجههم يمين لأ ولكن عايز أقول الألفار يا جماعة يا زمايلي يا حكام يا ألفار هو تقديم النصيحة تقديم النصيحة الوضحة للحكم للحكم عشان يقضي لغاية القرار إنما عمر الفار ما كان على صباع عمل التشيرت كده أو الصباع زق اللعيب عمر ده الفار ما كان كده صحة إحنا بنتفرج على الدولة الإنجليزية عمرنا ما شفنا الفار تدخل عشان اللعيب زق اللعيب بصباعه صحة أنا بتكلم عشان كده في البداية إحنا اللي وصلنا ودينا المعلومة للحتة دي إحنا اللي وصلنا إن نوجهنا الفار بالشكل ده لو الفار كان يتوجه إن إحنا المحللين والمسؤولين عن التحكيم بما فيه ومنع جينا تكلمنا على منظومة تحكمية للفار نفسه أول شرط أن يقدم النصيحة النصيحة الواضحة النصيحة الواضحة التي لا تقع تحت نظر الحكم شوف هذه العنصر مش الزقق بالصباع اللي هو إلحق فيه واحد زقق بتبع حاجة واضحة يا كابتن كريم هناك بعض الماتشات بيبقى الفرقتين والمحللين الفنيين اللي بيشتغلوا في منظومة القنوات بيطلع وقولوا التحكيم ماشي كويس ويطلع المحلل يقولك بس ده الفقد ده أثر على قدرة اللاعب أعاق اللاعب والمحلل يطلع يقول ده ركل الجزاء تلاقي النادي بعد ما النادي معمول معه مدخلة مدخلة في نفس القناة وبيقول الفرقة ما كانتش كويسة والكلام وبيكلم ده الفني وكلام ده أما بيطلع يلاقي المحلل التحكيمي بيتكلم وقول إن اللعبة فيه ركل الجزاء بيطلع يا انقالب أنا خسرت بركل الجزاء وتاني يوم تلاقي شكوى النادي بقعت شكوى في الحكم فدي مهمة جدا مهمة جدا أنا تفهم مع حضرتك أنا سبتك تقول كل ده عشان ما أطعكش زي بحالك قلت تشرح للناس وأتوضح هذا الأمر نتمنى إن المنظومة كاملة تبقى سليمة عشان كمان منظومة التحكيم تبقى سليمة أنا زي حضركك بالضبط كده بقول دايما قبل ما تلوموا على منظومة التحكيم الأول زبطوا اللي حواليه منظومة التحكيم منفجل تبقى كل حاجة تمام فيها مشاكل وبعد كده نقول السهل السهل إيه هاجم حكم أو هاجم منظومة التحكيم وإن كنت وإن كنت أنا برد منظومة شايف إنه مازال لسه عندنا شوية وقت عشان نوصل للكمال في موضوع التحكيم ده كابتن كريم أنا متفق معاك إن عندنا الأخطاء والأخطاء مش من لجنة دي ولا اللجنة اللي فاتت ولا اللجنة اللي قابليها أي لجنة بتيجي عندها أخطاء واللجنة اللي هتيجي بعد دول عندهم أخطاء مش دي الأضيع المهم تكون الأخطاء قليلة وغير مؤثرة في نتائج المباراة دي نمر واحد نمر اتنين احمل حك آخي أنا عايز أقول لك اهامل له حربه وكابتن أحمد بقى ما كان رئيس لجمه سابقات كان حد يقدر رفع عينه في الحكام والتحكيم قامل كابتن حالي أندين لما كان ماسك والحاجة مصطفى قدتش حد يقدر يفتح بقى في التحكيم أي نعم ما كانتش ما كانتش فيه ما كانتش التحكيم بالنحية الاحترافية بالشكل ده والدوري بالنحية الاحترافية بالشكل ده واللعيبة ما كانتش فيه شوش الميديا ما كانتش فيه شوش الميديا ما كانتش فيه تحكيم طبيعي بس الكوة الكوة كانت موجودة مدربين تلعي هجمة حكام مدربين كبار في الدوري الممتاز ولعيبة دوليين تلعوا هجموا الحكام ومجالس الإدارة للاتحاد اللي من فترات ساق مش عايز يظلم المجلس الإدارة الموجود ولا اللابلي تسلسل تسلسل عايزين منظومة قوية من كل العناصر اللي موجودة لتقدر تحمي المنظومة كلها كل عناصر اللعبة مجلس الإدارة للاتحاد أولا مسؤولين عن الرياضة طب الرياضة وبعدين مجالس الإدارات اللي جاني الأولمبية مسؤولين اللي جان كل دول اللي بيديره مفيش واحد بيدير كلنا بندير طيب كابتن واجيه لو رحنا لمباراة المباراة الأهم كانت الفترة الماضية هي مباراة السوبر المصري والأهم بالنسبة لنا كمان إن قدرها طاكم تحكيم مصري ودي حاجة فيها خطوات عظيمة جدا أدائك كابتن محمود البنة وطاكمه في هذه المواجهة شفته إزاي أنا شاف محمود البنة حكم حكم ممتاز حكم رفيع المستوى الناس كلها بتصق فيه وبتصق في كل زميل الحكام المصريين إحنا عندنا زمن محمود البنة نجح في السوبر عندنا حكام مصريين نجحوا في مباراة ألو الزمالك ومباراة مؤسرة عندنا لو جعنا من زمن محمد فاروق وابراهيم نور محمد الحنفي بعدين محمود البنة وبعدين أمين عمر ومحمد عادل في التلاتة اللي كانوا على أيامي التلاتة دول اللي لعبوا ونفسي برضو بشكر موانس أحمد مجاهد لأنه كان عامل مهم جدا في أن سعيدني أن يدير المباراة حكام مصريين رغم ما تعرض من ضغوط تعرض من ضغوط وضغوط كبيرة جدا من ضغوط على أعلى مستوى كابتن محمود البنة وتركمه في مباراة السوبر مباراة الأهل وابرامس تقييمك ليه كان إيه؟ تقييمي طبعا نجح في إدارة المباراة عنده بعض السلبيات ولكن في النهاية المباراة نجحت نجاح مهم الفرق اللي كذبت ما فيش أي حاجة أسطرت على على داة التحكيمية الفرق اللي خسرت وهي الأهم ما عندهاش أي حالة تحكيمية تقدر تتكلم فيها عنده بعض الأخطاء التحكيمية المنوشات اللي حصلت في هذه المواجهة وحراك رئيس لينة الحكام وقعدت مع الكابتن محمود البنة بعد المباراة تقوله كان المفروض يحصل فيها عندي مجموعة من الحالات عندي الحالة التحكيمية هشيل عشيد بيه في ركلة الجزاء بتاعت كهرباء تمركز وقرار صحيح دي الحالة الأولنية الحالة التانية هقدر ألومه على عدم طرد علي جبر للإنذار التاني لأنه طبعاً كلنا في الواسطة التحكيمي عارفين أن التزديد على المرمى واللاعب بيطلع إيد بتطلع خارج الجسم وبتدرب كرة في الإيد فهنا بيمنع وصول الكرة للمرمى فدي بتبقى أنذار تاني ودي عامل وعمل مهم جداً وعلي جبر كان عنده أنذار دي تبقى أنذار تاني دي يعني غلطة وغلطة مهمة العنصر الثالث هو عدم التعاون بين الحكام أو الحكم المساعد اللي في المباراة هاني مع محمود البنة بالنسبة للخناعات اللي حصلت وبعض الاعتداءات اللي حصلت من محمد الشناوي وعلي معلول وكلام ده هنا كان يجب كان هناك لازم يكون فيه روح من التعاون بين الحكم المساعد مع طائم الحكام ويقول له فلان فلان عمل كذا 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 وممكن الفار إذا كان الفار شايف أن الحالات دي كانت ترتقي للطارد عليه أن يكلم محمود البنة ويستدعيه حالك شفت الحالة دي كان فيها المفروض بطاقة حمراء تطلع أنا شاف أن بأمانة شاف أن الحالات كلها تستوجب انذار انذار بأمانة بأمانة تستوجب انذار عظيم لأن الحاجات كلها ما مفهش لسلوك ماشين فيها سلوك غير رياضي أن واحد راح بيبقى فيه نوع من أنواع أنت لازم تعامل اللعيب يعني سيكولوجيا أن محمد الشنوي طلع بشوت الكرة برة عشان اللعيب بتاعه يتعالج راح اللعب بتاع بيرامدز قطع الكرة فدي طلعت أو خرجت محمد الشنوي عن شعوره فده أنا بتكلم أنه هو سلوك بتاع محمد الشنوي أنا بطلع كرة برة عشان عليك زميل أنت تخذها عايز تجيب فيها جن فسلوك فمحمد الشنوي راح ممفعل ولكن لا نطي بالستارز ولا ضرب بالبوكس ولا حاجة عمل ذا بس أنا شايف أنت استوجب انذار بالنسبة لعالي معلول برضو الزاقة دي برضو استوجب انذار كل ده الحالتين دول استوجبوا انذار ولكن كان يبقى فيه نوع من أنواع التعاون بين الحكم المساعد في الحالة لأن الحكم كان واقف المساعد كان واقف في وسطهم كان ممكن يقصر تعاون ويقلل الضغط العصبي اللي على محمود البنة إنما الأداء التحكيمي في المباراة بشكل عام شايفه إن اختيار لجنة الحكام اختيار للتاكم الحكام اختيار مناسب لإدارة المباراة من المباراة اللي أثرت لها كبير الفترة الماضية كانت مباراة الزا مالك وبروكسي والكابتن وليد عبدالرازق حكم هذه المواجهة وكان فيه كثير من المحاكمة التحكيمين تحدثوا عن أخطاء كبيرة أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة هل شفت الأمر بنفس الطريقة؟ والله هي في بعض الألعاب ولكن هي اللي أنا عايز أقوله مش عايزة ألتمث العزر لوليد في بعض الأخطاء طبعا وفي أخطاء ليها تأثير على تكتب مباراة ولكن اللي أنا عايز أقوله الحكامة عودت على لعب الماتشات بالفار فهو تحود على لعب الماتش بالفار وفي بعض الألعاب بيبقى هو ما بيصفرش عليها على أساس أن ممكن الفار يرجع ويستدعي على أساس أن يشوفها ولو فيها راكل الجزائر الحكم يرجع وإن أنت ما صفرتش اللعبة راحت خلاص مش ترجع تصفر تاني خلاص يعني ما فيش فار فما عندك شي أنك أنت تقدر ترجع وتسأل مين ما فيش فار خلاص اللعبة بتبقى راح آية تفتكي أنه الحكم نفسه في الملعب لما ما بيعش فيها فار بيبقى هو متساستم كده ومتأقلم على فكرة أنه الفار هيندهله فممكن يكون شاجع فيها بس ما بيصفرش آه ممكن والد جدا لأنه أنا متعود أنا بقالي سنتين ونص ملعب بفار خاصة أنه وليد من الحكام اللي بيعود في دور المتاز ومعال رخصة آه فبيحكم فأخذ على دي بس كابتن واجه من الحاجات اللي وقف عندها أنا بقول ممكن طبعا طبعا آه بس ده ملاحظ حتى وأكيد حالك لاحظته يعني أنه الحكام برضو بقى يعتمدوا اعتماد كبير على الفار يعني مثلا لو الكابتن وليد مسل في أحد ده ضربات الجزاء صفر صفر خلق يعني ده قرارك لو شفتها وكثير من الحكام في الدولة مشتبش عايز يحمل الكابتن وليد لوحده أنه مقوش بيسفروا ومستطيعين الفار يندهلو أنت الحكام ومفروض أن الفار ده مجرد عام المساعد بتلاحظ ده آه بلاحظ طبعا آه شجاعة ده الحكام معني معني الفار وعمل مساعد وعمل مساعد مهم أنا على أقل على أقل هيوصل العدالة حتى لو نغلت وأطلقت صفار على ركل الجزاء وكان الفار ممكن شايف من وجهة نظره أو الكدر اللي هيتعرض أو زوايا الرؤية اللي هيتعرض على الحكم آه ما فيهاش ركل الجزاء هرجع ورجع الحق المستحقي وهلغي ركلة الجزاء ولكن في النهاية هوصل للحقيقة ولكن هيا الرجل بدأ بكده وارد جدا أنه شايف أنه مستوى اللي أقل بدنية بتاع الحكام ما يبقاش في مكان يسمح له أن يقدر الحالة بشكل صحيح أو سرعة الارتداد آه ما كانتش وصلت الحكم أنه يشوف الحالة بشكل أضق فدي كل دي عوامل بتخلي الحكم ما عندوش عنده ثقة في القرار أحيانا أن أنا أحسب ركل الجزاء آه وبعدين ألغي أو أحسب أو ألغي وبعدين آه أحتسق كل دي عوامل وعوامل مهمة جدا بالنسبة لكيفية اتخاذ القرار بالنسبة للحكم يبقى عنصر اللاقة البدنية هو اللي حيوصلك للتمركز الصحيح هو اللي حيوصلك لزاوية الرؤية الصحيحة هو اللي حيوصلك أنك أنت تكون في مكان يسمحلك أنك تقدر الحالة بينك وبين الحكم المساعد بالتالي يبقى عندك مصدقية أنك أنت تقدر تاخد القرار بشكل أضاك والفار لو شيكلي على الحالة أو ما كانتش عندي زاوية تهوية تسمحلي أن أنا أشوف الحالة من زاوية تانية يبقى ممكن أن الفار يصلح لي عظيم لو سألتك كابتل ويه برؤيتك الفنية الآن من هو أفضل حكم في مصر عندنا حكم كتير كويسي من يجدرش أقول حكم بعينه تجي نقول ثلاثة من؟ لا أكتر عندنا أكتر من ثلاثة والله بجد والله طبعا عندنا كم حكم كويس عندنا حكم كتير عندنا أكتر من حكم كويس ولكن يعني مش عايزة سمي حكام لأن احنا نقدر نتكلم آخر الموسم ونقدر نصنف الحكام عندنا حكم مصر هي وموجود في كاس عامل اللي جاي ان شاء الله نأمل من ربنا سبحانه وتعالى يكون طائم حكام مش حكم واحد ان شاء الله أنا ببعيدك أن الحمودة برجال هيبقى من ضمن طائم حكام حكام كاس العالم اللي جايين هي وطائم ان شاء الله يكون معاه حكم وحكم مساعد إن كان صعب أوف أفريقيا أن ياخدوا ثلاثة من بلد واحدة صحيح ولكن ممكن ياخد حكم وحكم مساعد وحكم في الفار إنما طائم بالكامل أنا أعتقد أنها فيها صعوبة إن شاء الله كابتن الواجهة دايما بتشرف دايما بتنور دايما بسعب بالقاعة الجدرة بشكرك شكرا جزيلا شكرا لك كابتن كريم سعيد إن أنا أكون معاك ودايما موفق بإذنانك عبادة شكرا لك كابتن الواجهة